ذكرت شركة مايكروسوفت أن خللا تقنيا عالميا يتعلق بتحديث برمجي أجرته شركة كراود سترايك للأمن السيبراني أثر على ثمانية ملايين ونصف مليون جهاز يعملون بنظام ويندوز والذي تنتده الشركة وجه مسافرون على متن رحلات جوية في أنحاء العالم تأخيرات وإلغاءات ومشكلات في إجراءات التسجيل للدخول وذلك مع تعرض مطارات وخطوط للطيران لمشكلات تقنية كبرى في خدمات تكنولوجيا المعلومات ما أثر أيضا على قطاعات عدة من البنوك إلى وسائل الإعلام